لماذا أن الله هذه الشريعة من أول الأمر لم ينزل أليس تقولون أن هذه الشريعة فيها القدرة على أن تستجيب من أول الأمر كان أنزل خاتم الأنبياء وأعطاه هذه الشريعة فتكون صالحة كما في عصر آدم صالحة في عصرنا وفي عصر أي عصر آخر لماذا لماذا نزلت الشريعة في هذا الظرف ولم تنزل قبله ذلك الجواب الجواب لا لضعف في الفاعل بل لعدم قدرة ماذا القابل القابل وهم البشرية ما عندهم قدرة ما عنده قدرة عزيزي ولهذا تجدون بأنه أساساً كل الشرائع السابقة بقيت على حالها أو انحرفتها عزيزي بقيت أو انحرفت مولان كلها انحرفت يعني البشرية ما استطاعت أن تحفظ الشريعة إلا هذه الشريعة وهذه ببركة من؟ أعزي وهذه ببركة التفتوا وهذه ببركة هذه الاستمرارية التي أعطيت للشريعة وأين الاستمرارية؟ هذه في مدرسة أهل البيت هنا تتجلى ضرورة وأهمية دور الأئمة في حفظ الشريعة وهو أن هذه الشريعة لم تقتصر على عشر وعشرين عام على عقد أو عقدين وإنما استمرت لي ثلاثة قرون حتى تستطيع أن تثبتها حتى تضع الصراط المستقيم لها لا تنحرف يمينا ويسار وإلا بينكم وبين الله أنتوا الآن جردوا هذه الحقبة التاريخية عن أئمة أهل البيت شنو كان يبقى من الدين والشريعة؟ كان يبقى شيء أو لا يبقى؟ أنتوا أمامكم الآن والمسلمون ببابكم انظروا ماذا يجري بينهم هنا يتجلى دور أهمية أهل البيت سلام الله عليه في تطبيق الشريعة في بيان حدودها في بيان ثغورها في في حتى لا تقع في الحرافات الأساسية قد تقع في الحرافات جزئية كما هو الاختلافات القائمة بين علماء مدرسة أهل البيت ولكن يبقى الجميع في أطر يخرجون عنها أو لا يخرجون عنها أنت الآن تصعد يمينا يسارا شمالا جنوبا لا تجد عالم من علماء مدرسة أهل البيت يعتقد أن الله جسم هذه ببركة من؟ ها؟ ببركة من؟ أنت تذهب يمينا يسارا شمالا جنوبا لا تجد أحدا في علماء مدرسة أهل البيت يقولوا بالجبر ملان لماذا؟ من أين هذا؟ هذا الخط الأحمر من وضعه لنا أعزائي؟ هذه الخطوط الحمراء من وضعها؟ ها؟ وضع أمة أهل البيت وإلا إذا لم يكن أئمة أهل البيت كما الآخرون اجتهدوا فبعضهم وقع أين؟ في الجبر وبعضهم وقع أين؟ في التفويض وبعضهم وقع أين؟ في التجسيم وبعضهم وقع أين؟ في إنكار وهكذا وهكذا تجدوا هؤلاء علماء كبار من علماء المسلمين لم يكن همت عملاء ملانا لا السي آي اي ولا الموساد ملانا اجتهدوا فأخطوا اجتهدوا ولكن كانت هناك الظوابط وأصول تضبطهم أو لم تكن؟ لم تكن فوقعوا في مثل هذه المحرافات الكبيرة هذه من أهم ما عبأت بها هذه الشريعة